نحاول نعرف ونفهم الموضوع دي الجدري القرادة وهذا القلق دي المنظمة الساحة العالمية علاش ومن خلال بعض الأسئلة مباشرة ووجيزة تعرفوا على المرض كذلك إذن ما هي أسباب القلق؟ أولاً نحن نعرف بأن هذا الفيروس كان قديم دي الجدري القرادة ولكن كان غير فسط بعض الدول وسط غرب إفريقيا في بعض المناطق اللي هي في الغابات والناس اللي كيتعملون مع الحيوان وكيكلوا الحمدين اللي كالحيوان وعايشين معهم إذن كان محدود عالمياً في 2022 انتشر ما بين الناس للرجال اللي عندهم علاقات جنسية مع الرجال في 2022 وتم تحكم في هذا الوباء في الأشهر الأخيرة ظهرت بعض الأشياء اللي هي مقلقة أولاً أولاً السلالة اللي كانت في هذه الأشهر الأخيرة هي السلالة جديدة اسميتها واحد بي هي كتنتشر مثل علاقة الجنسية ما بين الرجال والنساء علاقة عادية كتنتشر بين الأطفال اللي ما عندهم حتى علاقة جنسية كتنتشر داخل المدارس كتنتشر داخل الأسر إذن كتنتشر عن طريق العلاقات الجنسية كتنتشر حتى عن طريق الاحتكاك دير الجلد مع الجلد الإنسان أو السوائل دي الإنسان كي يلاقي الجلد الإنسان آخر أو بعض مواد اللي هي ملوتة من عند الإنسان اللي مريض كي يقسها إنسان آخر إذن انتشر دي المرض أولاً بطريقة أسهل الحاجة الثانية هو أن هذه السلالة جديدة كي يبنع لأنها كتدير طفارات بطريقة سريعة أكثر من السلالات السابقة هذه السلالة كذلك جديدة كي يبنع لأنها عندها درجة الإيماتة كتقتل أكثر من السلالات اللي سابقينها وهنا كي الحديث على الحالة الخطيرة تقريباً 500 دي البالغين و10 أفمية دي الأطفال دي الحالة البالغة كي تؤفوا والمعدل دي الإيماتة دي لها يعني هذا التقدير الأولي هو ثلاثة فمية وهذا رقم طبعاً اللي هو مرتفع ولكنه رقم أولي المؤكد أنه سيكون أقل من هذا الرقم دي الثلاثة فمية والحاجة الأخيرة وأنه دي القلق وأنه مرض مبقاش في المسائل دي الغابات البعيدة في بعض الدول لا أدخل المدن دي الإفريقية اللي فيها مطارات فيها فيها قطارات وفيها الصفار وبالتالي كي ينتشر بسهولة ومع وسائل النقد وصل المدن إذن كانوا حتى تخوف الانتشار دياله وانتشر في الدول طبعاً المجاورة وتخوف الانتشار دياله عالمياً السؤال تاني هو دي الانتشار دياله كان يعني في جمهورية كونغو الديمقراطية بعض الدول المجاورة القريبة عليها في الغابات ديالها الدول في مناطق الريفية القورة البعيدة داخل الغابات الآن ننتقل إلى 15 دولة إفريقية دول اللي معمروه كانوا صليها ما كانش يعني ما كانش معروف أن هذا الفيروس فيها وصليها داباً وهذا جزء آخر كدلك احته هو ديال هاد القلق ما هي الأعراض؟ الأعراض ديال هاد المرض هذا هو أقل الأعراض دياله ديال الجلد أقل من المرض الجدري اللي قدين عليه كبشرية في 1908 ولكن الأعراض دياله هي أقوى من بوشويكة اللي الأعراض ديالك تشبه لها في الجلد كي بدأ المرض بسخنة كي بدأ بألم الرأس المفاصيل كي بدأ بالغداد بعد الولاسس كي يدهور في جسم الإنسان يعني التبوريشة الإرهاق وكي بدأ واحد طفح جلدي فيه بحد كورة صغار ديبيل صغارين عمرين بالماء وكينتشرو في الجسم الإنسان من الوجه دياله يدين دياله رجل دياله والجسم كامل والأعضاء التناسوليين هاد طفح الجلدي هاد العلامة الجلدية في السوللة اللي كانت جوج اللي كانت في 2022 كانت كتهم فقط المناطق التناسولية الآن كتهم الجسم ككل وكيمكن تقس كدلك حتى العينين دياله الإنسان المصاب خطورة المرض المرض طبعا عنده خطورة احنا بحليش فيناه أولا كيمكن يؤدي عدة مضاعفات صحية ومنها كيمكن نوصل إلى الوفيات وقلنا على أن هؤلاء الأرقام الحالية تقديرات الحالية هي ثلاثة في المية من الناس المصابين كيمكن يكونوا ديال حالة الوفيات هاد الراقم التقدير الأولي والتقدير الأولي دائما كيكون أكبر من تقدير الحقيقة اللي غادي يجي من بعد من اللي نتعرفه على المرض أكتر وأكتر والخطورة دياله أنه لحد الساعة طرق ديال الانتشار دياله بالضبط بقى ما ما مضبوطاش ما معروفاش بالضبط وبالتالي بقي عنده فرصة هاد المرض فاشي انتشر كتر وكتر وكل ما انتشر كتر كل ما كانت الخطورة دياله أكتر واش هل هاد جدري القيرادة هو مرض جديد؟ لا هو مرض تم اكتشاف دياله في 1958 في مختبرات في الدنمارك كانوا فيها قيرادة جابوهم الافريقية كيديروا عليهم التجارب فعند القيرادة تلقى الفيروس وأول إنسان اللي تصاب بهذا الفيروس هذا 1970 في الكونغو أول مرة كيتصاب شي إنسان بهذا الفيروس هذا في 1970 وبقى في هذيك الدول ديال وسط وغرب إفريقيا في الغابات في الأدغال في بعض المناطق البعيدة وبقى فيها إلا حتى الآن في 2022 عاد انتشر في العالم عند الفئات ديال الرجال اللي عندهم علاقات ميتلية من ناحية ديال العلاقات الجنسية دبا طبعا هوا كي يعقع تحور جديد ولنفسه للا جديدة هي كتنتشر أكتر من السابقات ديالها هل هناك لقاحات وأدوية؟ اللقاحات اللي كنا لحد الساعة هي تم استعمال لقاحات اللي كانت استعملوا الإنسان اللي كانت استعملوا تلقيح الناس ضد جدري مرض جدري هو واحد المرض اللي قتل ملايين دين الناس في العالم وعطا تشوؤوها تعد ملايين ناس في العالم عبر التاريخ ولكن في 1980 تم الإعلان على أنه نهاية مرض جدري في العالم ومبقاش الفيروس دياله كي يضور في العالم وبالتالي هذو كل اللقاحات مبقاش كيتم استعمال ديالهم وبقاوا اللقاحات كي نجيهم بعض المختبرات كي بقاوا احتياطيين يعني مخزنين عن طرف الدول بعض الدول عن سبيل احتياط وكذلك من أجل استعمال ديرها بعض الناس اللي كي يشتغلوا في مختبرات مهني صحيين علماء باحثين وغيرهم اللي كيتلقحوا ضد هذو الأمراض هذي لأنك يشتغلوا في بيئة اللي فيها هذو النوع ديال الفيروسات إذن تم استعمال في هذو في 2022 تم استعمال بعض اللقاحات اللي كانت موجهة ضد الجدري وتم استعمالها عند الناجحة 85% كتحمي ضد جدري القيرادة هذي يستعملها في الدول غنية بينما إفسريقيا والدول الفاقرة موصلهاش هذو اللقاحات hesitant وفي4 كانت تنشر فيها بينما تم تحكم في الوباء ديالجير القيرادة في الدول الغنية دياليالفين وتم تحكم فيها بفضل هذو اللقاحات الأدوية كان ب aireاس التستعمال في الحالات الخطيرة ديالهد جدري القيرادةos وتمik БResم الأدوية التي وضعهاالت في جدري القيراده ولكن عموما باقي العديد من الأدويا اللي كانت استعمالها باشوريا تستعملها منتحين المعنى سماهت اعلام تفضل الاواقاية. ما ي Rise Up الطورة الصحية? اعلامي طورة الصحية كانت تعني أولا بأنه البولده الخاش بمه United هذا الفيروسが من المحتمى الذي يصل الى deals. الحاجة التانية كانت ان تغلبوا الجهود المالية والبشرية والعلمية كي يمكن لنا محاصرة الفيروس في المكان له. إذا هال الدول المناطق الملخة قد كانت عنديدة ان تكون عندها إمكانيات البشرية والعلمية والتقنية لتحاليل لدح التها columns للاسjaw Isa fais just for it in the hashtag, يعطيهم أدوية يتكلفوا بيهم يعزلوهم هاتش كله خاصية وفر إلا بغينا نحصروا المرض في المكان دياله ويتم تراجع دياله كذلك تستعمل لقاحات وستعمل الأدوية لموصلاتش للإفريقية بصيفة نهائية وبالتالي هادي اليوم منظمة الصحة العالمية كتقول لأنه خاص إلا بغينا نجنبوا انتشار العالمي دي لهذا المرض كي يخصنا نتبه لها الدول هادي واش المغرب أخيرا واش المغرب مهدد واش نه خص يدير المغرب حلو بحل جميع الدول الأخرى بما أن حتى هو رأس ساحة عالمية إذن حتى هو ممكن يوصلوا هاد الفيروس اللي خص يدير بحل الدول الأخرى بعد يشارك في هاد المجهود العالمي خصنا تحسيز دي الناس بالمرض خصنا تحسيز دي المهنية الصحية بالمرض باش الاتجاب دياله لقدر له إذا كانت حالات خسر المراقبة كي خص ليقادة هادي كلها إجراءات كي خص كذلك لإستعداد تقني التحاليل وغيرها وهذا كل وتحيين البروتوكولات ديال مثل هاد الحالات إذن المغرب غدي يكون حتى هو بناء الإرشادات منظمة الصحة العالمية على تطور دول وضعية وبائية في الدول الإفريقية على ضوء المعطية العلمية اللي غدي توفر المغرب حتى هو غدي يكون بناء إجراءات دياله قائم من أجل الحماية ديال الساكنة ومن أجل مساهمة في المجهود العالمي لمحاصرة الوباء في المكان دياله والقضاء عليه أو التقليل منه يعني في المكان اللي هو فيه اليوم قبل ما ينتشر عالمياً موسيقى 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 موسيقى